أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة بتأهل الفارس حمد جناحي إلى بطولة العالم للشباب بإيطاليا مع فرسان نخبة العالم وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في سباق أرينغتون الفرنسي لمسافة 130 كيلو مترا مؤكدا سموه أن الفريق الملكي يسير بخطة ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات الخارجية وتعزيز إنجازاته وأضاف سموه أن الجهازين الإداري والفني للفريق الملكي وضع خطة لمشاركة الفريق في العديد من البطولات الأوروبية لتحقيق إنجازات تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها الفريق الملكي في البطولات الخارجية مشيرا سموه إلى أن الروح العالية والإصرارة شكلت العنصر الأساسي لتلك الإنجازات التي وضعت البحرين في مقدمة رياضة القدرة على المستوى العالمي وبيّن سموه أن الفريق حقق الهداف التي شارك من أجلها في سباق رينغتون الفرنسي وهذا في طريق تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة للمملكة إضافة إلى أعداد الفريق للبطولات المقبلة مشيرا سموه إلى أن الفريق الملكي استفاد كثيرا من البطولة المتميزة التي دائما ما تحفل بمشاركة نخبة من أبطال أوروبا والعالم مؤكدا أن الفارس جناحي كان عند حسن الظن كما أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفارس محمد المقداد بتحقيقه للمركز الثالث في سباق والفارس محمد عبد الصمد بتحقيقه المركز الخامس وبهذا الفوز يتأهل الفارس حمد جناحي لبطولة العالم للشباب بإيطاليا ضمن فرسان النخبة من العالم